السلام عليكم خوتي وخوتيتي كديرين لبس عليكم كديرين مع الصحة نجينا نوريكم الحلوى اللي غنوجده معكم هي هادي هاد الحلوى تصاب لي كتجي رائع جدا كتجيبني نوزوينا مو يمكن تملكم تجربوها وتردو علي الخبار في الكومنتار ده ان شاء الله غنضزوا طريقة تحضير مرحبا بكم و ألف مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي وخوتيتي كديرين لبس عليكم كديرين مع الصحة رجعت معكم بواحد الفيديو جديد هاد الفيديو بغي تولقاكم به خير و لا خير في أحسن الأحوال انتم ووليدتكم وعائلتكم بالنسبة لهاد الفيديو أخوتي بغينا نحضر واحد شوية حلوى ديال صابلي قلنا علش لله ما نشاركوهاش مع المشاهدين ديولي بالنسبة للمقادر عندي تقريبا 1 كيلو لارب ديال دقيق الفرص وعندي 1 كاس ديال ثاني دا رابعة ديال زبدة جوج بيضات على درجة حلقة المطبخ خمارة واحدة وعندي كاس زيت وعندي هذه الناطا بالنسبة لدقيق الى ما كفاني شراء سوف نزيد ان شاء الله ان شاء الله عنده زول طريقة تحضير مرحبه بكم و الف مرحبه بالنسبة للقصرية هي هادي بسم الله على بركة الله سوف نضع الزبدة هي اللولة سوف نضع فوق مننا كاس ديال سكر ساندة سوف نضع سوف نضع سكر مع الزبدة حتى ندامج لنا مع بعض نضع المقادر الاخرى سوف نضع بعد ما خلطنا الزبدة مع السكر سوف نضع سوف نضع الزبدة سوف نضع هذه النقطة هذه النقطة هي رائعة في الحلوة أو سوف نضع 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 سوف نضع 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 نضيف الخليطة بيضاث نضيف الخليطة جيدة نضيف الخليطة الوزن 7 جرم نضيف الخليطة جيدة نضيف الخليطة جيدة نضيف الخليطة جيدة نضيف الخليطة العشب creation نضيف الجيدة ثم اضافة العجينة اضافة العجينة سوف نشكل ثلاثة كويرات نستعمل هذا المطابع نستعمل المربع و نستعمل واحد ضاير نستعمل ثلاثة المطابع نستعمل ثلاثة المطابع نستعمل سليكون لأن هذه الحلوة سوف نضيفها بشوكولة بيضاء و نضيفها و نضيفها في الشيبي بلون زرق ثلاثة رائعة و هناك طريقة سوف تكون هناك طريقة و نضيفها 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 و نضيفها نضيفها كي تطلق لها رقيقة كي تمشي لها ذاك العجينة يعني هذا الميكرا كتمشي العجينة من كديرها وكتجي ملسة ما كتجيش حرشة من الفوق ودروري نخليها رقيقة كي تمفخ لها فرن واحد شوية كي تمفخ لها طبقة الشوكولة في نفس العبار نبدأ بالمطبع البيض هذا المطبع المربع هذا الداير ونضع افضل عن طريق ونضع أفضل ثلاثة شكلة ونضع الحلوة سوف نكمل كل شيء و ان شاء الله نرجع معكم انتم اخوتي هالحلوة دينا هالسمك ديالك او لا السمك رقيه يا اكتبارك الله و دا بتشوفوها على عينكم قداش تولي و بالميكة مكاد عدبناش مكاد لساق لنا موالو ضغياء انتم اخوتي هالحلوة دينا ان شاء الله ندخلو على الفران و ارجع معكم انتم اعبر واحد و ساقدر واحد دا با ان شاء الله او ثاني نقطعو بهذا المربع هذا سيليكون ديالو انتم اخوتي نفس العبر في السمك تغير تطرير نقطعو غريق و انشاء الله و اندزل المطبع ثالث نقطع الدائرة وهذا سيليكون لأن الدائرة تظهر سيليكون لأنه كان الأشكال كان شميشة كيف يجب أن تشكل الشوكولة يجب أن تشكل على الأشكال سيليكون يجب أن تشكل على الأشكال بالنسبة للشوكولة كما قلت لكم هذه بيضاء وقدرت فيها الملونة زرق برقب تحضير شوكولة تحتاج إلى الملونة لديهم شوكولة من الملونة يجب أن تشكل لقدرتم سيجب شوكولة برقب يجب ان اعجبني هذا اللوين يجبته بالنسبة لخوتي للشوكولرا عندي شوكولا بيضاء والشوكولا سوداء وهذا في هذا اللوين هذا اللوين في هذا اللوين شوي بي بالنسبة عندي القراعية واحدة ديرة فيها باش كنخويف سيليكون عندي واحدة فيها الاسوات واحدة فيها الابيض والزرق قدرت عيب العشقة مهمتا غذي نكملو الشوكولا دينا كام لو ندخلوها الكلاجة وملي غذي تشد فراسة غذي نحيذوها من سيليكون وغذي شوفو كل شي الى عينيكم انتم اخوتي واخوتاتين بعد ما وجدنا الشوكولا دينا هي هذي انتم مشتوها كيجات بالنسبة للحلوة دينا هي هذي انتم كيجات هذي الدائرة الاخرى اللي طويلة هذي مربعة بالنسبة للشوكولا المربعة ديرنا فيها الاسود بالنسبة للبيضة ديرنا هذي دايرة طويلة شوية وهذك الزرق اللوين زرق ديرناها داير ديرناها على جوش كيلة دا بان شاء الله غندوزو باش اللسقو الحلوة دينا وغتشوفوها بالنسبة باش غلسقو عدنا شوية ديال الكليكوز وشوية ديال نباج ساخناهم زيان فوق العافية تحت دابولينا دا بغندوزو اللسقو الحلوة دينا غلسقوها ورجع معاكم مهم خوتي وخوتتي هنتو مشتو الحلوة دينا كيف جات جات راوعة جات زوينة تبارك الله البيض زوقناه بالكحل من الداخل بالنسبة لهذه الكحلة زوقناها بالبيض من الداخل باش كل واحد كدعطي المندار ديالو بالنسبة هذي الزرقاء جيبنا شوية ديال لوز ايفيلي خلطناه بشوية ديال نباج وديرناه في الوسط الوسط الليخاوي ديرنا فيه ذاك اللوز ايفيلي هنتو ما اخوتي اللوز جاباين تبارك الله جاغزال زوجه عاطي مندر هنتو ما بالنسبة لهذا الشميشاء بقت عادية مهم باش تزوقي البلاطورة كي يجيزي جزوين تبارك الله مهم اخوتي وهذا الفيديو ديرنا ديال اليوم كنتمنينا الاعجاب ديالكم ليه ولا اعجبكم ما تبخلوش علينا بلايك وابوني وفعلوا الجرس بش يصلكم الجديد وان شاء الله ديال جديد شكرا لكم اخوتي شكرا لدعم ديالكم ليه شكرا للناس الجدود وشكرا للناس القدام اللي يمتبعين يومية نعمة سنهاجية مع السلامة الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله شكرا شكرا